أكدت معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينة لرئيسة مجلس النواب أن المجتمع البرلماني الدولي مطالب اليوم وعلى وجه الخصوص والسرعة إلى اتخاذ موقف فاعل ومؤثر في حماية الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي وفي كافة دول العالم لتأمين حماية الاقتصاد العالمي وأشارت إلى حرص مملكة البحرين وفي ظل القيادة الحكيمة لجلالة الملك المفدى على تعزيز الأمن والاستقرار في كافة دول العالم ودعم تعزيز ثقافة السلام والتسامح والتعايش وأن المنجزات الحضارية في مملكة البحرين في هذا المجال أصبحت ثقافة راسخة وقوارين ثابتة واجراءات مستمرة على كافة المجالات والمستويات جاء ذلك خلال لقاء معاليها بمعالي السيدة مايا جويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية الصربية على هامش مشاركة وفد الشعبة البرلمانية باجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي الحادي والاربعين بعد المئة والمقام حاليا في جمهورية صربية اشتركوا في القناة